الحر المميز المذاق مهدد بالانقراض لكن بالنسبة للمهندس الزراعي عباس فإن إنقاذ هذا النوع من الإصبعيات مهمة ليست مستحيلة من خلال مشروعه الخاص لإنتاج الثروة السمكية في الحلة الذي حقق نجاحا كبيرا تمكن عباس من توفير بيئة ملائمة لإعادة تفقيس سمك البني الله وفقنا بنجاح تجربتنا وتمكننا من إنتاج أعداد إنتاجية تعرف سمك البني ما لها تأثير بالنسبة هي رمز لأسماك دجلة والفراج أعداد اللي أنتجناها عبرنا مرحلة التجربة التجربة نجحت والآن أعدادنا أكثر من مليون فقسة وكان مربوء السمك تكبد العام الماضي خسائر فادحة بسبب نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في الأحواض العائمة المشيدة على نهر الفرات في قضاء المسيب ما دفع بالبعض إلى اعتماد ما يسمى بالنظام المغلق في تربية السمك وإعادة تهجينه نشتغل على مجال التربية بالنظام المغلق والنظام التربية الكثيف يعني نظام نسميه نظام الريسوي يعتمد على تربية عدد كبير من الأسماك في مساحة صغيرة في قنوات كونكريتية تضم محافظة باب الأعداد كبيرة من البحيرات والأحواض العائمة مما جعلها تتصدر قائمة المحافظات العراقية المنتجة للأسماك وبدغة الأرقام تتحدث الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك عن كمية المنتج المحلي ما ينتج من محافظة بابل يوميا أكثر من 150 طن أسماك يسوق إلى الأسواق العراقية ما ينتج في محافظة بابل أكثر من 250 مليون أصبعية كارب من أصل 80 مفقس في العراق 80 مفقس في محافظة بابل الإنتاج العراقي من الأسماك خاصة الأسماك الكارب والقراسوس الفاري هو أكثر من 400 ألف طن يسوق إلى سنويا في العراق يسعى المربون هنا إلى تعويض الخسائر الفادحة التي لحقت بهم نتيجة نفوق الأسماك من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي صعودا إلى التصدير ميثم الشباني الحرة محافظة بابل الأفضل